أنا معاك بس خلينا نتفق على حاجة إحنا ليه بنتكلم في مباراة فيتا؟ إحنا مش بنحل المباراة فيتا السابقة ولكن إحنا بنتكلم عشان مباراة الإسماعيل القادمة ومباراة فيتا اللي جاية اللي هي حتكون مصورية فكلامنا ده مرتبط كله باللي جاي إحنا يا أسامة أنا معاك ومش معاك معاك في جزء من الكلام ومختلف في جزء تاني آه طبعا المدرب بيكون ليه بعض التعليمات وبعض الشغل مع اللعبين بشكل فردي ده ده شيء منطقي وأكيد كلامك أنا متفق معاك فيه ولكن لازم نفكر هو لاعب زي بواليا قريدي جاي وهو مسجل عدد أهداف كبير في الجونة عنده الأساسيات بتاعته للمفروض كمهاجم لما جاء عندي أنا أكيد منتظر أن اللاعب يحقق نفس المرضود طيب أنا عندي مشكلة هل اللاعب ما بيوصلش؟ لا اللاعب بيوصل كتير جدا ومعانا إحصائية ويلتر بواليا عمل ثمن محاولاته على المرمى إذن اللاعب بيروح كتير جدا لمرمى المنافس ولكن هنيجي بقى نقف هنا فكرة إن هو مش موفق على المرمى أنا مش في اعتقادي إن اللاعب عنده مشكلة فيما يخص إن المدرب يشتغل معاه بشكل فردي بحيث يطور من التكنيك بتاعه مش شاف إن دي المشكلة قوي أنا شاف إن طالما اللاعب بيلعب وهو كان جاي مش لاعب لسه صغير لا ده بالعكس الموسم اللي فات عامل عدد أهداف كبير ولما بيلعب بيوصل كتير جدا ولكن ما بيسجلش إذن هنا المشكلة شايفها نفسية أكتر شايف الموضوع ليه علاقة بالثقة في حلين قدامنا ده أخد بقى من مستر مانويل جزي أحيانا لو تفتكر كان بييجي فترة كده ممكن كابتن عماد متعب ما يبقاش موفق فيها على المرمى أنت كمدرب حتتعامل بشكل من الاتنين يا إما أنت تصر على اللاعب وهو سيء وفي أسوأ حالات وتفضل محتفظ بيه في الملع لأكتر وقت ممكن عشان توصله فكرة إن انت في كل الأحوال رقم واحد عندي إن انت في كل الأحوال حتى لو ما مش بتسجل المباراة دي أنا منتظر تسجل المباراة جاية وبفضل ما كمل معك على النصق ده طب هل ده الحل الأمثل للأهل دلوقتي أنا شاف لا ليه لأن انت ما عندكش الرفاهية دي كان جزيه دايما بيعمل ده في عدد مباراة من الدوري أنا مش شايف إن انت في المرحلة دي مع وضعك في دوري أبطال أفريقيا يسمح إن انت تعمل ده إذن البديل إيه أدي لاعب زي محمد شريف لما نزل المباراة اللي فاتت تسجل إذن مش هعتمد على استراتيجية إن بفضل أدي بواليا حتى هو وحش لأ حدي اللي بينزل ويشارك وخليه هو الأساسي وخلي بواليا يبدأ ياخد في توقيتات والفريق متقدم أنا كسباني اتنين بنزل أخلي بواليا باع عنده لعيب النفسي بس إن اللي هو يضيف أهداف ما ضافش أهداف أنت ما حطتوش تحت ضغط فأنا شايف كيفية التعامل مع أزمة شريف بواليا هو ده الشكل الأمثل أكتر من الوقت الديأ بتاع الشغل على اللعب على المستوى الفردي أنت بتختلف معي صاح؟ أه جلتك دور لا 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 هي نقاش؟ لا بس أنا وجهة نظري إيه أنا وجهة نظري بختلف في نقطة إن بواليا أساسا فقد الثقة مع الوقت لكن إن أنا جيب لعب محترف وأبدأ عندي لعب أساسي وبيلعب وبيسجل أهداف وأجيب على طول اللعب المحترف ده ومن أول مدش يكون متاح لها ونزله أساسي فده أساسا مصدر ثقة المدير الفني في المهاجم ده فالمفترض إن المهاجم ده اللي احنا شفنا أصلا تصرحاته واللي عارفين كويس أو شخصية وولتر بواليا عارفين إنه شخصية واصق في نفسه عنده ثقة في نفسه زيادة وأحيانا بتضيع بعض الفرص من إنه واصق إنه هو هيسجلها وبعدين بدأ في مباراة المريخ سجل هدف فالطبيعي إن الهدف ده يرجع له الثقة أو يدي له الثقة فينزل المباراة فيتا كلاب يكون عنده ثقة أعلى فبالتالي يسجل من الفرص اللي جات له أنا وجهة نظري آه الجانب النفس عليه عامل كبير جدا وبتطفق جدا مع فارس فكرة إن أنا خلاص أدفع باللي بيسجل واللي ماشي معاه وأبدأ بعد كده أدفع بولتر بوليا والمباراة حسب نتيجة المباراة لكن بولتر بوليا لازم بشكل كبير جدا أو بيتسو مسماني يعود مع اللاعيبي الخط الأمامي تحديدا في فكرة يخلق مواقب بتحصل في المباراة لأن بالفعل الفنش عندنا في مشكلة لكن لما نوصل لو عرضنا إحصائيات المباراة إننا بنعمل حوالي ما يقرب من أهداف متوقعة تسعة يعني تمانية سبعة وتمانين إكس جي الأهداف المتوقعة عملت تسعة وعشرين محاولة باستحواز تمانية وستين في المية أربعة عشر محاولة منهم أون تارجت إحنا كنا دايما مشكلتنا مع فكرة يا جماعة زودوا المحاولات أون تارجت الحقيقة زودوها وكمان زادت كمان الأهداف المتوقعة وفي النهاية من تسعة أهداف متوقعة انت سجلت هدفين فقط لغير بالتأكيد كان فيه عدم توفيق مصاحبنا بشكل كبير جدا الحارس كان متقلق بشكل كبير جدا كمان بضلك يعني كذا كرة بتيجي في القائم بالتأكيد ده يعني ظروف مباراة ودي اوف لكن نقدر نبنى عليه إن النادي الأهلي قادر يستحوز النادي الأهلي قادر يوصل للمرمى كتير الفنش بس يتزبط هتكون الأمور تمام ترجمة نانسي قنقر